اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بين مختلف الفعاليات السياسية والهيئات الاجتماعية والبلدية والاختيارية من شاء الله بنشتاز هالأزمة بأقله أضرار اليوم طبعا الدولة كلها باستنفار دائم بجهوزية دائمة وحالة طوارق صحية بكل المناطق اللبنانية وفي اهتمام مباشر طبعا من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون واهتمام أيضا مباشر من دولة رئيس مجلس نواب الأستاذ نبي بري واهتمام أيضا من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب بالإضافة لمختلف الفعاليات الوزارية وهيئات البلدية والاختيارية وهيئات المجتمع المدني ومختلف القطاعات الأهلية بمجتمعنا الحي بلبنان اليوم في حالة طوارق صحية عم بتعمل كل المناطق اللبنية وكل الناس قاعدة ببيوتها نحن وياكم أصدقاء المشاهدين منتابع اليوم شأننا بحلقتنا برنامج مرايا الشمال بيعكار بمختلف القرى والبلدات العكارية الجهوزية دائمة لمواجهة فيروس الكورونا وبيعكار طبعا كيفية خالية أزمة رأسة محافظة عكار المحامي عماد لبكي بمتابعة دائمة إن كان مع رؤسة اتحاد البلديات مع البلديات مع الفعاليات الاختيارية مع هيئات المجتمع المدني لمواجهة هالوبا اللي عبيدهم كل المناطق اللبنية طبعا عبيدهم كل العالم رئيس اتحاد بلديات نهر القسطوين عمر سعيد الحيك طبعا اللي هو بترأس عدة بلديات بمحيط نهر القسطوين مثل ما شايفين في التزام هون بمختلف المحلات والمؤسسات التجارية الناس كلها ملتزمة وأكثرية الناس طبعا ببيوتها بالإضافة كان في حمل التعقيم للشوارع كان في توعية دائما وأرشدات خلينا نشوف رئيس عمر شو بيخبرنا عن هالإجراءات إجراءات مثل ما اتفضلت أواشي فيه خليت قلية أزمة عملناها نحنا مع صعادة محافظة عكار كان فيه اجتماع ما احنا معه رؤسة الاتحادات ومع الزملاء رؤسة الاتحادات وأكيد فيه نسيق دائم مع صعادة المحافظة لكل المستجدات وعلى صعيد الاتحاد نحنا الإجراءات اللي أخدناها أكيد مثل ما ضلت أنه نحنا كان فيها حمل التعقيم لدور العبادة وللقاعات العامة وللسحات العامة بكل الاتحاد بالإضافة لكمان بدأنا حملة تعقيم للشوارع وكمان المهم أنه فيه التزام كتير من الناس بإكفال كل المؤسسات بإكفال المحلات والناس ملتزمة وقعدة بالمنازل لحتى نحمي حولنا ونحمي مواطنينا لتمرها الأزمة هايدي على خير طبعا اليوم الناس اللي بتشتغل بطريقة يومية والإنسان إن كانت سائق السيارة أو سائق الفان بالإضافة لبعض الناس اللي بتشتغل بالعامة العامة اليومية شو بينعملهم؟ يعني انتو شا عم تعملوا كبلديات كمجتمع أهلي؟ هلا ما مخفى لك متكلين على المساعدة الفردية يعني من الناس كل واحد هيدا عم يساعد جار وهيدا مرتاح شوي بتضيع عم يعتلوا واحد تاني في بعض المساعدات العينية هاك عم بتصير لكن مبارح سمعنا كمان إنه في إن شاء الله هلا حيتحول مصاري للبلديات كان في اتصال من دولة الرئيس نبيه بره مشكور لوزير المالي ولوزير الداخلية لحتى يصفوا مصاري البلديات متمنى أنه هذا القرار يتنفذ لحتى كمان البلديات ساعد أكبر عدد ممكن من المواطنين لأنه البلديات هي اللي بتعرف أكتر شي مين عندها بيحاجي مين عاطلة على العمل بهذه الفترة تانسي عده وإن شاء الله هيدا القرار بيمشوا من قدر منسي عدن أكتر مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي الوحيد هو بحل بعكر اليوم هل مستشفى اليوم عم يتجهز بغرف ليكون للحجر الصحي في حال كان في حالات بدأ حجر صحي خلال نحكي مع الدكتور محمد قدرين المدير مدير المستشفى اللي خبرنا عن حاجات المستشفى عن نوع غص عن المبادرات الفردية لأنه في أكتر من المبادر الفردية طلعت تبيعة الكار لدعمها المؤسسة الصحية الوحيدة نحن هلأ اليوم يعني عم نقوم بالتحضيرات الكاملة حتى نفتتح هذا القصم اللي هو حجر من شين مرض الكورونا أو فيروس الكورونا يعني حجر هو يتألف من 7-8 غراف وهلأ نحن الساعة من وسيح يكون عنا الطابق بالكامل للحجر وحقيقة في مبادرات فردية من عدة أشخاص مشكورين جميعا وإن شاء الله نحن كمان آملين أنه من وزارة الصحة أنه كمان تقدم لنا يعني بعض الأجهزة والتجهيزات لحتى يكون هذا القصم هو لربما احتجناه ليكون هو لعلاج الكورونا وليس فقط للحجر دكتور محمد بن كم يوم كان وزير الصحة عم بيقول أنه مستشفى حلب الحكومي مستشفى الدكتور عبدالراصي الحكومي من المستشفيات اللي ممكن يكون هو كمان للطبيبي صار في تواصل معكم صار في تجهيزات الصحيح نحن صار تواصل معنا من الوزارة وهيدي المستشفى نحطت من ضمن المستشفىات اللي هي خطة به بعد مستشفى رفيق الحريري من ضمن 12 مستشفى اللي هي حيكونوا مجهزين ويعني اسم الحجر حيكون مجهز وهلا نحن ان شاء الله باسم العينية كمان عم نحاول نجهزه نحن عمنا ثلاث مقنات تنفس استناعي او ريسبراتير كمان يعني موعودين انه يجينا اكتر وموعودين كمان قريبا جدا بجهاز بي سي اير لتشخيص المرض حتى انه هيدا هالمواطن اذا دخل عنا حجر ما انه والله نبعث العينة على بيروت او على اي مكان اخر حتى بد اخر يعني بيكون انه باسرع وقت ممكن لا تشخيص هيدا الشخص انه هل معه عامل للفيروس ولا لا موضوع البي سي اير هو التحليل المقبري كيف مين اللي قدمه وش كيف مبادرة التطوعية او ملوزارة الصحة هلا نحن موعودي من وزارة الصحة ببي سي اير وانبيرح جامعة المرعبية بلغتني انه هني كمان حيشترو بي سي اير للمستشفى الحكومة نحن تم التواصل مع الجامعة المرعبية وهني مستعدين اللي باسرع وقت ممكن كمان لشراء بي سي اير للمستشفى هلا نحن اليوم تم التواصل مع وزارة الصحة ومع الجامعة المرعبية بالنهاية انه بي سي اير حيكون عنا يعني من مين من كان يكون بس انه قريبا ان شاء الله خلال اسبوع عشر تيام معوودين ان يكون في بي سي اير بالمستشفى جك العام هلا كيف الوضع هلا الوضع انا يعني اللي فهمناه وانحنا مبادرة كان فيه خمس نتائج ايجابية بعكار هي مرضى كورونا تم تحويلهم الى مستشفى رفيق الحريرة يعني الوضع اعتقد بدأ ينتشر اكتر واكتر ومشين هيك بنحذر اهلنا بعكار واخويننا واهلنا نتمنى انه يلتزموا الحجر الصحي لانه الوضع اصبح يعني يمكن انه نوصل لمرحلة انه خارج عن السيطرة بعد لحد هلا بعكار مقبول ولكن ما بنعرف نحن كل يوم بيوم وهذا بيرجع لأهلنا بعكار واهلنا بكل لبنان بانه كيف بدهم هني يتعاطوا معها محمد بني سألك سؤال حررتك من بلدة فنيدك بلدة كبيرة فنيدك مطبقين الحجر المنزلي يعني اول شي كان فيه شوية استهتار بس هلا من المبارح وبجهود من القوى الامنية والجيش والاتحاد البلديات والمجتمع المدني والبلديات يعني اصبح الوضع اليوم بهذا اليوم انه افضل بالنسبة للحجر الصحي والناس بدأت يعني متخوفة وواعية وفيه وعي وتوعية من قبل المجتمع كله العكارة دكتور محمد عم نشوف على شمالك في هالكارفان هيدا كمان مبادرة فردية هيدا الكارفان مبادرة فردية نحن عانا اصبح اتنين من كارفان كمان مجهزين لاستقبال الحالات المعضلة ويعني بمبادرة يعني من جمعيات كما هناك جمعيات اخرى بادرت بكتير شغلات وخاصة نحن هلا حقيقة انا من هون بدي وجه كلمة انه نحن عانا نقص باشيه كتير وخاصة المواد التقييم والماسكات واي شيء والمدلات الويقائية اللي هي بتوائي الاكيب التبريدي والاطباء نحن بحاجة لقيلة بنتمنى انه يعني في مبادرات شخصية اجت وبنتمنى اسا كمان انه تتوفر هيدا بشكل وافير طبعا المبادرات الفردية والعمل الانساني متواصل في عكار اليوم في مبادرة فعلا ليفتي وهو المهندس محمد رهيم طبعا الناشط على الصعيد الاجتماعي فكر اليوم بها الازمة بتقديم كارفانيت وهي تعتبر اليوم كغرف طبية لعزل المرضى بالتعاون مع جمعية الاياد البيضاء وطبعا تم التقدمة لمستشفى الدكتور عبدالله راسي الحكومي بيحل بعكار السيد محمد رهيم خبرني كيف اجدتكم الفكرة اليوم متل ما بتعرفوا في عنا ازمة بعكار بلبنين كله وموضوع الكورونا طلعنا على المستشفى الحكومي شفنا انه فيها ناقص كتير ومانا مجهزة ابدا بخصوص هذا الموضوع فقررنا بعد ما شفنا انه مستشفى التاني جهزت نفس الشي قررنا نعمل هيدا كارفانيت البيوت الجاهزة نعملها للعزل نحط فيها اي حالة مشتبه فيها نحط برات المستشفى ما نحط المريض فيها بما تأكدنا اذا كان مصاب او منو مصاب اللي بتعاون مع السيد والاحمر اللي ناقله على بيروت وها افضل طريقة انه خلي المستشفى كمان بعيدة شوي عن هيدا الموضوع كداخل المستشفى يعني خاصة انه اكتريد الشعب العكاري للطبقة الفقيرة والمتوسطة ما عنده منفز الا هالمستشفى هيدا فمن هون اشت هيدا الفكرة بالتعاون مع طبعا مع جمعات الايد البيضاء مع السيدة مع الدوسة مع الشباب حلبة مشكورين اللي هين نقلوا فضل كتير كبير بالموضوع فمنتمنى نحنا نتمنى انه الكل بقى يكون عنده هيدا الغيري بقى ويجوا يقولوا شو بتكون وشو بدنا نساعد لانه الوضع بتعرف انتصار مرحلة الخطر يعني فيه فيه عتب فيه عتب كتير كبير ان كان على رجال اعمال عكار ان كان على شركات عكارية مفروض كان نحس انه فيه اهتمام اكتر بهيدا الموضوع هلأ بلشنا يعني بارح ايجينا اتصال من شركة البيوس اه حطوا بيقولوا شو المطلوب شو اي شي بتعوزونا احنا جاهزين دراسة معينة وعم نفكر نبرم عالك لانه اليوم بازم يكل يحط اه حط الايد بايد بعض اه لانه هادي على الفقير والغنى على اه على كل الاطباق السياسي على كل اطباق الشعب العادي يعني على كل الطبقة طبقات فمنقول ان شاء الله بيهمتكم انتو بدنا الاعلام نحن يضوع هيدا الموضوع لانه بيساعدنا بهيدا الموضوع نحن الحقيقة بغياب بغياب البلدية يعني عم نقوم برش الموبيدات بحلبة المعقمات يعني على حلبة عصائية حلبة كلها وعم يجينا شفاية دعم من برا صراحة والبلدية هلأ بلشت انه بس انه منا عم بتلحق هلأ صرت انا عم قصم انا والبلدية هني عم يتوجعوا مع ابو محل ونحن عم نعقم محل هالي عم تجيبوا معكم فيه ناس مثلا عم يشجعوكم فيه ناس عم يتبرعوا فيه ناس عم يتقدموا وما صراحة عم يصير التشجيع معنا وباس فقط فقط باس ونحن كمان عم نعمل هلأ كمان يعني على الحصص الغذائية رفات يعني بجهود الطيبين وبجهود الدكتور سعود صراحة يعني ما فينا ننكر فضله بالمرة على الضيعة يعني عم نقوم هلأ بتوزيع الحصص الغذائية وبدنا نقدم له شكر كبير للدكتور وبتمنى يعني بتمنى من رجال الأعمال يعني في كتير عالم غير الدكتور سعود ميسورة وقادرة وقادرة هلأ دورهم هلأ دورهم طبعا يعني بدي سألك سؤال كيف الناس ملتزمة ببيوتها العائلات ببيوتها عم نلاحظ اليوم الحمد الله يعني هاليومين ثلاثة عم نلاحظ كل العالم ببيوتها لا تقريبا الحجر يعني أنا أبأكد لك فيه بين تسعين وخمسة وتسعين بالمئة حجر بقلب المنازل غرفة التجارة والصناعة والزراعة في ترابلس والشمال بإشراف الرئيس طفيق دبوسي اتخذت كل التدبيل الاحترازية والوقائية لمكافحة وباء الكورونا وشملت حملات تعقيم لكافة أقسام الغرفة والمختبرات بالإضافة إلى حلقات توعية وتوجيه استبقت غرفة تجارة ترابلس والشمال تدعيات الوباء بسلسلة إجراءات وبقائية وقرارات عملية بتراعي تعليمات وزارة الصحة وبتحد من الأدرار والمخاطر وبنفس الوقت بتواكب مصالح المنتسبين من تجار صناعيين وزراعيين رجال وسيدات أعمال اتخذنا قرار بالإقفال حرصا على سلامة الموظفين والعاملين والمنتسبين جندنا فريق عمل من أجل تيسير المعاملات الاستيراد والتصدير إن كان لجهة شهادات المنشأ أو لجهة المختبرات قمنا بحملة تعقيم شاملة لكل أقسام الغرفة وكل مباني الغرفة مع اعتماد طبعا الكمامات والكفوف ومسافة المترين بين الموظف والمنتسب ووضعنا بتصرف المنتسبين خط ساخن من أجل خدمات الطوارئ زيارة تفاقودية لبعض المنازل لشوف كيف الناس مقضايا الحجة المنزلة وكيفية التعليم عن بعد يعني هالفكرة اللي أطلاقتها اليوم ووزعت الإعلام بالتعاون مع تلفزيون لبنان قديش هي مهمة ومفيدة للطلاب هنو يعانين ببيوتهم بهالمرحلة بهالأزمة الصحية اللي عبت مر على البلد نحن عاكل حال جهزين معقمين يعني كمان وكل الوقاية يغضينا بالأيام العادية لما ما بيكون في شي يجبرنا نقعد بالبيت القاعدة بالبيت متجرة بس هلأ بالوقت الحالي لا والله القاعدة بالبيت جيدة لأنه عم نحافظ على سلامتنا ما بس سلامتنا نحن الشخصية سلامت غيرنا كمان الشي المر علينا يعني صدمي كان للجميع ومن واجبنا انه نساعد الدولة بيأخذ الاحتياطات اللازمة لألنا مشان صحتنا وصحت عائلتنا وصحت المجتمع قاعدة الرجال بالبيت صعبي مادام بالنسبة لكم كاستين هلأ هيدا بيختلف بين رجال وتاني أنا اللي عندي لا الحمد الله قاعد بالبيت معي وهاني نظمت جمعية العزم الاجتماعية في ترابلوس عددا من الأنشطة للتوعية والوقاية من وباء الكورونا شارك فيها فعاليات بلدية واختيارية وهيئات من المجتمع المدني بتوجيهات من دولة الرئيس مئاتي وبالتنسيق مع بلدية ترابلوس تم هاللقاء اليوم اللقاء بس رح يكون هدفه التوعية والوقاية وتسقيف صحي واجتماعي لفيروس الكورونا جمعية العزم معروفة بمحبتها لترابلوس قامت بدعوتنا ودعوت لمجتمع الأهلي من المخاطير وطعاليات وعلماء لها المحاضرة أو لها اللقاء هذا لشرح أمور مرض الساعة اللي هو الكورونا كما يقولون درهم وقاية خير من تنطار علاج فالمشكلة في فيروس كورونا أنه ينتشر بسرعة وأنه غير مقروء لدى الأطباء خلال الأربعة عشر اليوم الأولى فبالتالي إمكانية انتشاره بدون أن نعلم كبيرة جدا ولذلك واجب علينا الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية حتى نتجنب انتشار هذا المرض في مدينتنا وشكرا الوقاية لازم نضم المنازل المدارس النوادي المجتمع والتجنب الإسدحام بأي دور العبادة كلياتها لازم نتاخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع من هذا الفيروس المنتشر والمستجد على وطننا وإن شاء الله الله يحمينا ويحمي أهلنا كلياتهم من هذا الموضوع ومن هذا الفيروس بختم حلقتنا اليوم أصدقائي المشاهدين الله يمر هالأزمة الصحية على خير والله يحمي الجميع ودايما الوقاية خير من قنطار علاج ودايما البقاء في المنازل هو حماية لألنا لعيالنا لمجتمعاتنا جميعا ودايما نكون في تدبير احترازية بمختلف المناطق اللبندية لأن اجتازها الأزمة بأقل له أضرار كان معكم من شمال لبنان منذ المرعب يأمل تصوير لأنيس ليمان وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة